أعلنت بريطانيا تسجيل أعلى معدل تضخم منذ أربعين عاماً عند تسعة واحد من عشر في المائة في مايو الماضي وأظهرت بيانات رسمية لمكتب الإحصاءات الوطنية أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين إلى أعلى مستوى له منذ عام 1982 أكبر خفاض في مستويات المعيشة منذ خمسينيات القرن الماضي تشهده المملكة المتحدة فمع مواجهة ربع سكان بريطانيا صعوبات في دفع الفواتير ارتفع معدل التضخم في بريطانيا الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له خلال أربعين عاماً بيانات رسمية لمكتب الإحصاءات الوطنية أشارت إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين إلى أعلى مستوى له منذ عام 1982 عند تسعة وواحد من عشر في الماء في مايو الماضي وبعد ارتفاع أسعار الطاقة شهدت ملايين الأسر في جميع أنحاء بريطانيا ارتفاعاً بلغ 54% في فواتير الغاز والكهرباء في شهر أبريل وبالرغم من الإجراءات التي تتبعها الحكومة البريطانية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية تزيد هذه الإحصاءات الضغط على الحكومة للتخفيف من أزمة تكلفة المعيشة حيث خفضت الحكومة ضرائب الدخل ووضعت خططاً لزيادة الدعم لزاو الدخل المنخفض الذين يكافحون لسداد فواتير الوقود كما تدرس فرض ضريبة أرباح على الشركات الطاقة المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط والغاز ومع مواصلة أزمة تكلفة المعيشة يخشى البريطانيون من استمرارها خاصة مع عدم وضوح السياسات التي تنتهجها الحكومة البريطانية واستمرار الأزمة الأوكرانية التي نالت من الجميع